يقول فضيلة الشيخ هل لا بد من قراءة دعاء الاستفتاح في كل صلوات التراويح أم يكفي في مرة واحدة؟ يكفي في أول التراويح يكفي الاستفتاح في أول التراويح في أول ركعة وكذلك قيام الليل فإنه يكفي إذا استفتح في الركعة الأولى والاستفتاح من حيثه سنة ليس بواجب أو تركه فصلاته صحيحة ولكن الاتيان به أفضل ويكون في أول صلاة التراويح وفي أول التهجد من قيام الليل نعم جزاكم الله خير